محمد فوزي يقول لمديحة يسري أنت تقتليني بأخلائك كنت زوجة من الموسيقار محمد فوزي ولو ما غنيتيش يعني بالتسامح يعني كان يغلط وكنت أسامح وأعمل نفسي من الشايفة ومن السامعة ومن أي حاجة أبدا دايما تعلي فوق القصة دي خالص ومقدرا أن هو بقى مشهور وفنان وكده فانفوتا لأي حاجة لأ ما يعني لو حصل لنا واجهته فأي حاجة من الحاجات ممكن نطلق في أميها إنما أنا برمي وراء ظهري وأقول يعني كل فنان ليه أخطأه ليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه جلال ليه أخطأ فلغاية ما تدب في حاجة قال أنا لا يا حلمي ما قدرش أشوفها بعد كده أبدا أنا أستحي يا سلام بس بيقال أنه كان يحل كل مشاكله بخفة ظل جدا زي ما بتشوفيه كده في السينما هو في البيت كده الساعة يقول يا هنروح السينما مش عارفة إيه بعد المكتب ما ردش يقول يا الله فيه إيه فيه إيه أقول له الله مش فيه كذا وكذا وتناقشنا فيها يقول يا أنت قلبك يسود أنت لسه فاكرة من ضغر يا شيخ أقومي قومي بيسيون في السينما بينسى بفعله لا بيفوت ما يتأثرش يعني بيفوت المسائل اللي تزعج أو المناقشة أو الحاجات طب الأغاني اللي قدمها لحضرتك في فيلم بنات حواء كان بيقدمها بقى المديحة يسري الزوجة وليست الممثلة يعني من حبه فيك يغنى يا جرح القلب بعيونك وتعب الهوى قلبي فكانوا بيقال أنه هو كان بيكلمك فعلا بشكل الزوجة وحبه كان واضح هو الاثنين كانوا بيمشوا مع بعض يعني إحساسه ودائما هو المؤلف والملحن يعني دائما بيجتمعوا لما بيجي مثلا كلمة أو إحساس لمطرب بيقولوا للمؤلف وعلى المؤلف أنه يكمل هذه الفكرة فده اللي كان إيه اللي كان بيحصل بل كان بيحصل وبيحصل مع كل مطربين بس أنا بتهالي هو كان بشكل خاص لأنه تزوجك يعني ويشتغل معاك كذا فيلم ماش كده؟ كان فيلم لا كتير كذا فيلم ومدة الزواج استمرت عشر سنوات هل دي كانت سنوات تعتبريها سنوات سعيدة ولا كانت سنوات سعيدة طيب كان فيه أغنية معينة كنت بتحبي هاله ممكن ما يكونش غنها لك إيه الأغنية دي؟ بحب أغنية شحات الغرام مع ليلى مراد شحات الغرام؟ أه أحبها أوي 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 لإني لحنا وكلاما وأداءا من حبيبة قلبي وروح قلبي ليلى أو أمن فرسي اشتركوا في القناة